بالأمس تم التعرض بشكل فاضح وفاقع للحياة البرلمانية والنظام الديمقراطي في لبنان القائم على مبدأ فصل السلطات والقائم على أسس دستورية جمهورية هذا البلد يحتضن منذ أكثر من مائة عام وهي تشكل أساس حياتنا السياسية قامت القاضي غاد عون بالإدعاء على نائب في البرلمان اللبناني بسبب بعض الأراء والانتقاضات والأفكار التي أبداها خلال مقابلة تلفزيونية وكأنها لم تقرأ الميدي 39 من الدستور التي تنص بوضوح على أنه لا يجوز إقامة أي دعوة جزائية على النائب بسبب أفكاره وأرائه طيلة مدة نيابته هذا النص يكرس حصانة مطلقة للنائب بالتعبير عن رأيه لا بل بالعكس واجبوا أن يمارث هذا الحق وواجبوا أن يعبر عن ناخبيه وواجبوا أن يتناول القضايا الوطنية كقضية ادعاء غاد عون على المصارف اللبنانية ومن حقه أن يعلق وأن يبدأ موقف اليوم خلال هذه الجلسة النيابية للجان المشتركة طلبت الحديث في مستهل هذه الجلسة وطلبت نائب رئيس مجلس النواب بأن يوصل إلى هيئة مكتب المجلس وإلى رئيس المجلس مطالبتنا باتخاذ موقف من المجلس النيابي كسلطة من هذا التدبير الذي اتخذته القاضي غاد عون بحق نائب عن البرلمان اللبناني أن يتخذ موقف واضح ينتصر فيه للحياة البرلمانية ولمبدأ فصل السلطات وصولا إلى ألزام القاضي غاد عون بسحب هذا الادعاء وبالاعتزار علنا من المجلس النيابي اللبناني لن أدخل الآن في تفاصيل مخلافات غاد عون وفيما تفعله بس بدي أقول أنه هذه النكتة السمجة اللي منسمعها من جمهور غاد عون مع الأسف عندها جمهور غاد عون أنه اللي بينتقد غاد عون بيكون عم بيدافع عن المصارف هذه النكتة السمجة نرد عليها بأننا بقدر ما نحن ضد بعض الممارسات المصرفية ونحن مع ملاحقة أي مخالف سواء كان بالدولة سواء كان وزير سواء كان رئيس سواء كان صاحب مصرف سواء كان صاحب نفوذ نحن وبنفس القدر ضد القضاة الذين يسيئون إلى هيبة القضاء وبدي أقول للشعب اللبناني اللي عم بتضللوا مواقف غاد عون أنه إذا كان في فرصة تسترد جزء من حقوقك أكيد مش عن طريق هذه السياسة وهذه الممارسات اللي عم بتدخل السماوات بالأبوات طم تظهر الحقيقة بالنهية نحن نطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى ومجلس القضاء الأعلى النائب العام التمييزي هيئة التفتيش القضاء وبشكل خاص هيئة التفتيش القضاء باتخاذ موقف واضح من طلب مجلس القضاء إعلان عدم أهلية القاضي غاد عون وأنا بحب تطمين الرأي العام اللبناني اللي هيلوا هذا الموقف المفزع والمخيف بأنه قاضي عم بتدعي على نائب بسبب أراء يدلي بها بأننا لن نوقف معركتنا ضد غاد عون إلا قبل إعلان عدم أهلية لتولي القضاء سنداً للمادة 95 من قانون التنظيم القضائي لأنه اللي بتصرف هذه التصرفات واللي ما بيشوف مادة دستورية هالأد واضحة وفيها كم من الاشتهادات أنه لا تحتمل أي لبس أو تأويل وأنه هناك حصاني مطلقة على النائب بالأفكار اللي بيقولها هذا قاضي لا يستحق أن يمارس مهمة القضاء هذه المعركة مفتوحة معركة ضد هيدري المال العام نحن اللي عم نخوضها ونحن اللي عم نقدم اقتراحات القوانين وعم ندعم اقتراحات غيرنا اللي بتتقدم بهذا الهدف ولكن أن نسكت تحت وطئة شعبوية فريق سياسي يستغل موقع قاضي معين بهذا الشكل فلن نسكت عنه ومننا محرجين ومننا خايفين من شيء بهذا المعنى فليتحمل كل مننا مسؤوليته بس أولا على السلطة القضائية أن تتحمل مسؤوليتها تجاه تجاوزات غدعون وشكرا رئيس بسي استمدلت نفسك الجرم خلي يحكي لا ما في جرم مشهود يا أخوان في نصين بالدستور في نص المادي تسعة وثلاثين اللي بيحكي عن الأراء والأفكار وهو يعطي حصانة مطلقة بهذا المعنى لا في جرم مشهود ولا في تمييز بين الملاحقة خلال دورة انعقاد المجلس أو خارج الدورة وهناك نص آخر هو نص المادي أربعين من الدستور الذي يميز والذي يعطي الحق بملاحقة النائب عن الجرائم الأخرى الجرائم الجزائية الأخرى شو ما كانت معاقب عليها بالقانون ساعة إذن يحق ملاحقة النائب خارج إطار الدورة العادية أو في حالة الجرم المشهود أما الملاحقة اللي عم بتتم على النائب زياد حواض هي ملاحقة مسندي إلى المادي تسعة وثلاثين اللي ما فيها أي مجال للإدعاء على أي نائب بسبب أفكاره وإلا ما نكون فتنة بنظام بوليسي ما صار بعز أيام الوصاية أنه يلاحق نائب وما صارت هاي دي أنه يلاحق نائب بسبب موقف سياسي أو بسبب تعليقه أو بمعرض تعليقه على أمر عام وبيشاركوا فيه للاستاذ حواض أكثرية الشعب اللبناني خليها تروح توقف أغلبية الشعب اللبناني اللي عم بنتقدوا تصرفتها يعني لقيله الرئيس جورج كفة بوفة وحكي كل تفاصيل هذا الموضوع أما ما يعنيني بالشخصي هذا التهويل وهذا الاتهام ليس بحق زياد حواض لحاله ونائب في البرلمان اللبناني هذا بحق كل البرلمان اللبناني في عملية تهويل لأسكاة النائب النائب وظيفته هو الكلام وكشف الحقائق وتصويب الأمور ما يجري في العدلية يا أخوان حفلة فولكلورية عم تفقد ثقة الناس في هذا القضاء ولما يفقد الناس ثقتوا بالقضاء ينتهي البلد كان بعد عندنا القضاء والعدالة المدماك الأخير لبناء الجمهورية ما يحصل اليوم في العدلية هو انتهاك للعدلية وإفقاد لكل الثقة بهذا القضاء اللي قلنا مئة سنة كنا عبر بني هذه الدعوة أنا مني عتلين هم أبدا أنا يعني بالشخصة أنا تحت القانون تحت القضاء إنما فيه انتهاك إضافة إلى مخالفاتها القضائية ومخالفاتها القانونية للقاضيعون مشكلتها ما بتعرف بالدستور أما غير هيك نحن نخضع للقانون نحن تحت القانون ما عنا شيء خفي موقفنا واضح وصريق من انتهاك من الانتهاكات اللي عم تقوم فيها هذه القاضية من مخالفة الدستور من رفع سرية التحقيق وهذه الجريمة كبرى مستيرا بالعالم تحقيق بينحك على التلفزيون مستيرا بالعالم إنه قاضي بيطلع بيعني المداخلة سياسية على التلفزيون ممنوع حدا يجاوبه ممنوع حدا يناقشوا أصلا هي ما إلا حق تطلع على الإعلام قبل موافقة الوزير المختص هل هي أخدة موافقة الوزير المختص وإذا الوزير المختص ما معه خبر مصيبة وإذا معه خبر مصيبة ونص وهون رح نتقدم بسؤال للحكومة لنسأل الوزير هل هو موافق أو عاطي إذن للمدع العام للنياب العامة والقاضي غادعون إنه تطلع تعمل مداخلات سياسية وتحكي على تويتر وتفشي أرقام وتفشي حقائك مثل ريس نحن بدنا الحقيقة بكل الأمور نحن ما عم نغطي حدا وما عم نغطي ولا أي مخالف وما حدا يصوي كلامنا إنه حماية للمصارف ودعم للمصارف أبدا نحن بدنا قضاء عادل ونزيح يحقق بكل المواضيع المصرفية وفي هذا الانهيار المالي والاقتصاد اللي حصل بالبلد إنما ما يحصل اليوم بهذا الموضوع ما من قبل قاضي غادعون عم تنهي كل مصاري الحقيقة وكل مصاري العدالي وأنا بحب تطمن الموضيعين هاك أداء وهاك سلوك بضيع الوداية فبقى نحن هدفنا نرد وداية عن الناس وتنرد وداية عن الناس بدنا قضاء عادل ونزيح بدنا الحكومة تقوم بواجباتها على أكمل وجه تعمل خطة إصلاحية خطة تعافي اقتصادية توزع الخسائر بين الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف هاك ترجع تتكون الوداية عن جديد وهيك ترجع الوداية عن الناس وجنى عمر الناس وتعب الناس وشكرا اشتركوا في القناة